جديدة لـ 72 ساعة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نحو خمسة أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطع الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة شدد على ضرورة استغلال كل دقيقة في فترة التهدئة للوصول إلى اتفاق دعين الجانب الإسرائيلي إلى عدم المماطلة في الرد على المطالب الفلسطينية نطالب الوفد الإسرائيلي بعدم إضاعة الوقت واستغلال كل دقيقة خاصة أنه لا يوجد لدينا كفلسطينيين مطالب جديدة إطلاقا أما رئيس المكتب السياسي الحماس خالد مشعل فأكد أن رفع الحصار عن غزة مطلب لا تراجع فيه الهدف هو تحقيق المطالب الفلسطينية الهدنة هي أحد الوسائل أو التكتيكات سواء لغرض توفير الظرف مناسب لإنجاح المفاوضات أو لتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية من كافة الأطراف الرسمية والشعبية إلى قطاع غزة الهدف الذي نصر عليه هو أن تلبى المطالب الفلسطينية وأن يعيش قطاع غزة بدون حصار كتائب القسم وقبل دخول التهديئة حيز التنفيذ بخمس دقائق أعلنت قصفها تل أبيب ومدنا أخرى داخل الأراضي المحتلة في تحول نوعي لتأكيد قدرتها على مواصلة الحرب وأن أصابع مقاتلها ما زالت على الزناد ورغم أن العدوان الإسرائيلي على غزة خلف 1893 شهيدا إضافة إلى أكثر من عشرة ألاف مصاب وتدمير مساحة واسعة من القطاع إلا أن التحرك الدولي والعربي لم يكن على قدر المتوقع ما دع بعض فصائل المقاومة إلى المطالبة صراحة من الطرف العربي المستضيف للمفاوضات بلعب دور أكبر من أجل تحقيق المطالب الفلسطينية